هذا أقوى مبنى في العالم والأكثر حماية على الإطلاق هنا يصنع القرار الأميركي بل العالمي الدخول والخروج منه يخضعان لرقابة صارمة لكن كل القواعد كسرت أمام حادث الكوكايين الذي وجد داخله صاحب المخدرات يبدو من أهل الدار البعض تهكما أو انتهازا وجه أصابع الاتهام إلى نجل الرئيس هانتر بايدن بسبب ماضيه في الإدمان وفي كل الأحوال الفكرة تلمع في ذهن أعداء الرئيس وهانتر يمنح هؤلاء فرصا يستغلونها إنها هدية غير متوقعة للجمهوريين قبيل الانتخابات الرئاسية الأمر تحول إلى قضية سياسية الحادث أدى إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس بايدن السعية إلى تجنب الفضائح التي شهدتها ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض حاول التخفف مما حدث إذ أعلن أن المخدرات تم العثور عليها بالقرب من قاعة الأزمات التي لم تستخدم منذ أشهر بسبب أعمال بناء جارية وأن عائلة بايدن لم تكن موجودة عند وقوع الحادث والمكان يرتاده العمال لكن يبدو أن الأمر فرصة جوهرية للجمهوريين وحتما سيعملون على عدم تفوتها لإسقاط بايدن وعلى رأس هؤلاء دونالد ترامب الذي كتب في موقعه تروث سوشال هل يظن أي أحد بأن الكوكايين يعود لأي شخص غير جو وهانتر بايدن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس الدنبيهات ترجمة نانسي قنقر